انت ممكن حرفية لو ما بدأتش وبتعرفش اي حاجة على المنهج ممكن تخلص المنهج كله في الشهر ده اولي. السلام عليكم رمضان كريم عليكم وعليمنا. بازن الله نتكلم عن اساسيات لازم كلنا نمشي عليها في شهر رمضان الكريم علشان نوصل لاقصى استفادة ممكنة. طبعا كنا مختلفين عن بعض مقدرش هدي الجدول الكل يمشي عليه او مسلا حاجة سبتة كده هتنفع معناها كلنا لان كل مختلف عن بعضه بس انا احاول اركز على السياد بشكل اكبر علشان اركز على حاجات اللي تنفع مع الناس كلها. فمتغير كلام كتير انا بنرد. شهر رمضان اكتر شهر ممكن تطلع باستفادة وانتجية ممكنة يعني بص هو يعني مش مش اقول لك من اكتر الشهور لا هو اكتر شهر بدون اي مبالغة. هتقول لي ازاي ومعرفش اي عام بدا بيكون شهر كله فراضة وكله صيام ومش عارف ايه ودروس طول يوم والكلام ده هو. تعال اقول لك ازاي? في يومنا العادي انت عادة عادة بتيجي تزاكر كده مسلا تقعد زاكر من نص ساعة وعند تقوم تقوم بالكوبات مسلا لبن شايف اللبن. تقوم خليك مسلا قاعد اه لا هقوم افطر هقوم اكله ما هقوم الا اندودش الكلام دوت. لكن انت في رمضان ما عندهش الكلام ده خلص. طيب عشان بقى نبدأ صح نحن عايزين نشوف وقت مناسب جدا يعني وقت في حب الشروط كده علشان نعرف ما زاكر فيه. في حب الشروط لازم تتوفر في الوقت دوت علشان نزاكر. طيب ايه يا الشروط ده? اول حاجة نسبة تشتيت تكون صفر. عايزين ما فيش كده اي نزبتش. مش عايزين اي واحد مسلا ما فيه صوت جبنا مش عايزين حد حد بيغبط هنا مش عارف فيه واحد بينادي برة في الشارع. فيه واحد بتاع حديد قديم للبيع مسلا بينادي. لا احنا مش عايزين ده خالص. عايزين جو كده سكون. ما فيش خالص. انت فاهم ازاي? يعني مسلا ما فيش حد ممكن يطلب منك اي حاجة. ما فيش فاسلا واحد ينادي عليك قولك معلش يتعامل لك كزا. معلش افتح الاوضة هاخد كزا كده. مش عايزين دوت خالص. عايزين نزبت الستعب تكون اكبر ما يمكن. طيب الكلام ده كله هيتحقق فين? تعال ما اقولك انحقق الكلام ده ازاي? الوقت دوت المفروض وفيه الشروط دي كلها هو بعد الفجر. ازاي? طيب انا هصحى ازاي بعد الفجر يا عام ده حنام ده الصحر وبنام اصلا. هصحى ازاي بعد الفجر? طب هنام اصلا امتى علشان اصحى بعد الفجر? طب ايه ده بس كان معي? ايه ده بالراحة? وتعم اقولك. قبل ما تقول ازاي تعبس كده مع بعض نحاول نحقق المعادلة ديت ان احنا نصحى بعد الفجر وتكون نسبة تركيزنا عالية جدا ويكون مش عايزين ننام تاني. هنعملها ازاي ديت? انت مسلا عندك طول يوم بيبقى الصيام اه او مسلا طول يوم دروسه بتاع فبتبقى مفرد ومش مش تقدر اصلا بالنسبة لها انت مش تقدر هتذاكر. هو فعلا مسلا انت عندك الوقت مسلا من بعد العصر كالحد المغرب بيبقى المخ يعني بيبدأ كده ايه? بينخ. المخ بيبدأ ينخ. فاحنا مش عايزين نذاكر الصبح فهنذاكر بعد الفجر. طب هنذاكر بعد الفجر ازاي? ازاي نصحة? طيب انت مسلا عندك العيشة بتدن على حوالي سبعة وتلت او سبعة ونصف. ايه مش بتذكر بس تابعا سبعة وتلت. تمام. ايه مسلا سبعة ونصف خلاها سبعة ونصف. ايه مسلا الترويح على تمانية ونص بالكتير هتقعد مسلا تخرج معدوة وتروح معدوة مش عارف ايه الساعة بقى التسعة تسعة ونصف هننام تسعة ونصف. بالكتير اوي هتنام تسعة ونصف. طيب نم تسعة ونصف هتصح امتى? انت مع نم تسعة ونصف هتصح امتى مسلا تسعة تلاتة ونصف. انت كده حقق ست ساعات نوم. علشان اصلا تنام. يعني عشان الجسم ينام ويرتاح في الطبيعي بياخد من اربع لتمن ساعات. بس انت ممكن تنام تاني ما تقلقش. يعني انت هدايمك تاني. هدايمك تاني يعني ما تقلق. فانت لما تكون خدت ست ساعات فانت كده حاطيت نفسك في المتوسط. انت كمان ادم زي كده بيحاول يعني ايه يبقى فيه خمول دايما وكسل فانت طبعا هتصحى ست ساعات مش هتبقى ايه? يعني هتحاول مخك هيكون عاقل انت عايز تنام اكتر. بس هو بالنسبة لي وبالنسبة لك ست ساعات الكافية جدا. طب تعني شوف ما نعمل ايه في ست ساعات دي. طيب احنا دمنا ست ساعات وصحينا خلاص. اصحارت يا باشا وزبطت حالك روحت صليت الفجر اه عدت في في المسجد كرأت ربع كرآن مثلا ولا حاجة? خلاص الساعة بقيت خمسة. هتروح البيت الساعة خمسة دلوقتي معاك. اه انت دلوقتي عندك الساعة خمسة نفطرد مسلا ديتها تقعد زغل لحد الساعة عشر. طبعا ما قداش هزود عن كده عشان فريق ما تبقى عليها الدروس. خلال حد الساعة عشر. انت عن دوقتي من خمسة لعشرة. خمس ساعات كليا كده بدون اي مشاتتات بدون اي حاجة خمس ساعات تقعد بس مذاكرة. يعني خمس ساعات مذاكرة بس. تخيل كده او انت حقات المعادلة ديت خمس ساعات مذاكرة في اليوم لمدة تلاتين يوم مية وخمسين ساعة. انت ممكن حرفيا لو ما بدأتش ومتعرفش اي حاجة عن المنهج دون تخلاص المنهج كله في الشهر دو. يعني انت متخيل انت واحد مسلا ما عرفش اي حاجة عن المنهج لو بدأت وخدت خمس ساعات كل يوم اللي بقول لك على دولة. انت ممكن بجد بدون اي يوم بلغة انت ممكن توصل لحاجة ما تخش توقعها اصلا. هجيب ورقة بس الاول كده وبعدها تكتب انت عايز نهار دا علشان ما تتدربش وما تلابش يكون برضو المشاتتات اصغر. يعني انت لو ما رتبتش انت عايز تعمل ايه? هيكون في مشاتتات. لا انت ترتب انت عايز تماني واحد اتنين تلاتة وازبط الكلام. طيب خلصنا على مفقادة الساعة جات عشرة. مقدرش بقى اتكلم هنا هيبقى اديك حبة اختيارات. ممكن يكون واحد عليه درس. ممكن يكون واحد معلوش. ممكن تنام. ممكن تكراش وكر انا عم بالدور يقذر وبعد تصل للدور وبتروح دروسك كده. مقدرش اديك حاجات يمشي عليه. بس انت ممكن تنام تاني ما تقلقش. يعني انت هدايمك تاني. هدايمك تاني يعني ما تقلق. فانت مسلا ممكن ايه? بعد مسلا الساعة عشرة. ممكن مسلا تنام لحد الضهر. ممكن تكرقش القرآن لحد الضهر لو عليك درس بعد الضهر. ممكن فيه حاجات كتير قدائك. مقدرش بقى اقول لحاجة بعد كده عشان فيه طبعا ايه? الحبة دول من بعد الساعة عشرة لحد مسلا الساعة ستة او الساعة خمسة بتختلف من واحد التاني. فما قدرش اسبت لك حاجة. انت بقى ممكن تعمل اللي انت عايزو ممكن مسلا تروح دروسك لو عندك دروس زي ما قلت لك. تقلق القرآن زي ما قلت لك. تقعد مسلا في المسجد. براحت خلص ممكن تنام. بس طبعا حاول في رمضان يومك ما يخلاش من القرآن. حاول بقدر الامكان يعني ما ينفعش. يعني القرآن ده اهم مزاكرة من مليون برا. انت اصلا وبدأت بالقرآن كده هتلاقي المزاكرة كده ايه? سهل اخلص بالنسبة لك يعني. كانت الفيديو ما يحبش عايز فيديوات طويلة حبيت بس هنزل فيديو قبل رمضان مش هايف هنزل الامر رمضان انا في رمضان اتمنى ينزل الامر رمضان يعني. اه ان شاء الله عمل فيديوات كتير الفترة اللي جاية بس كده سلام.